موسيقى منذ ثمانية ايام نحن نتنقل بين المدن والقرى الفلسطينية لتغطية اعتداءة الاحتلال على الفلسطينيين فاليوم قرية عارورة شمال غرب رمال المحتلة جنود الاحتلال بالمئات هدفهم منازل الفلسطينيين استكملا لحلقات مسلسل الجيش الاسرائيلي اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة عارورة بمئات الجنود من وحدات المشاة وعشرات الاليات العسكرية بتغطية من الطائرات قوات الاحتلال دهمت عشرات المنازل بطريقة وحشية وعبثت بمحتوياتها وكاننا مروحين في عنا حبلة خطبي اليوم لابنتي روحنا الساعة 12 في الليل ما لحكنا نوصل هنا الدار ونقعد ولا هم الجماعة جايين اليهود وبلشوا حشرونا في غرفة من الغرف وبلشوا فتشو الحال يغني عن السؤال ما يخلوا اشي في مطرحه حتى اللبن بكينا مروبينه في جو الخزاني طلو وشبوه في جو المغسلي بحجة البحث عن الجنود الثلاثة المخطوفين في منطقة الخليل منذ ثمانية أيام نفذ هؤلاء الجنود عمليات بحث وتفتيش أرعب خلالها الأطفال واستيقظوا من أحلام الطفولة على صوت بساطر جنود الاحتلال وقاحة الاحتلال وصلت حدودها الحمر فمنعت هؤلاء المصليين من الوصول إلى المسجد لأداء صلاة الفجر فما كان منهم إلا أن أقاموها وسط القرية وصوت الله أكبر لم يخفض أمام ضجيج الأليات العسكرية نحن طلعنا تنصلي بعدما فتشوا البيوت عندنا يعني أجوا فتشوا البيوت كلها كسروا ودمروا وخربوا وكلبوا الأثاث وأزعجوا الأولاد هذه حملة شاملة يعني عقوبة لها الناس جميعا يعني من ضمن العقوبات الجماعية زي ما بحطوا محاسيم زي ما بعاقبوا الناس بشكل عام في أرزاكها وفي الجوانب حياتها المختلفين قوة الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات البحث والتفتيش في كافة أنحاء الضفة الغربية عن الجنود الثلاثة بعدما حمل قادتها حركة حماس المسؤولية الكاملة عن تنفيذ العملية من قرية عرورة شمال غرب رام الله أحمد براهمي رؤية اشتركوا في القناة